انطلقت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا وأكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم شأن قواعد ملء وتشغيل السد يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث مشددة على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن ومحذرة من أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 وشددت الوزارة على أن مصر تستمر في بدل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية مؤكدة على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل للإتفاق المنشود ترجمة نانسي قنقر